وليلي وإحنا بنتكلم على الصحيان هل في علاقة بالهدوء النفسي والصحيان بدري؟ والله على حسب طبيعة البنيات والنوم بدري؟ لا على حسب طبيعة البنيات ما قدرش أقول دي حاجة عامة للكل أنا في ناس صحيان بدري بيعفرطها يعني أنا شخصية زمان كنت صحيان بدري بيعفرطني بيبوز مزاجي طول اليوم لكن هو في الآخر أنت كل فترة أنت محتاجة إيه هتلاقي جسمي بيقولك عليه آه تمام فهي في الآخر ما تقدرش تعمليها قاعدة عامة بس يعني نصيحة الوجه اللي لكل الناس ما تعدوش صلاة الفجر هتفرق معاك في حياتكو كتير قوي اي 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 الفترة دي بالزيت الفترة دي الفترة بتاعت صلاة الفجر آه تمام بتفرق كتير في الأنرجي لأن هي أنرجي بدايات أنرجي عارفة الشرارة بتدي بيها بتاخدي الطاقة الأساسية بتاعت اليوم هي في الساعة دي حتى لو بصلي ونام بزب بس هي الساعة دي آه هي الساعة دي اي أما زي أقصد يعني حتى لو أنا بصلي ونام أصحى بصي يعني أقعودي بس بعد الصلاة شوية وبعد كده نين يعني يعني خلي بس ايه الشمس تطلع ما تناميش بعدية على طول خلي بس آه لغاية شروع يعني بالزبط آه 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 هتفرق كتير قوي في حياتك تفرق في الحياة جدا في الأنرجي حتى في اليوم بتاعك في نشاطك في اليوم في كل الكلام ده هتفرق كتير حناني أنت متابعة الغالة وأكيد ملطوطة بيه والله أنا بصي أي حاجة بتديني بطلت أتبعها لا ما أنا عايزكي بقى مش حاجة ما أتبقى بكده ما هيبقى نقفل بقى نقفل الحلقة هتعامل إزاي إنه كل شوية جيبنا غالية العيش غالية اللحمة غالية هتعامل إزاي مع طاقة الغالة اللي موجودة دي بصي بصي ربنا سبحانه وتعالى جي قالك حل عكس كل اللي إحنا مفكر فيه بما يعني جي قالك ومن قدر عليه رزقه فلينفق تمام خلص يعني عمل العكس كل الناس بتشيل لا أنا عايزكي تنفقي شكرا